بسم الله الرحمن الرحيم. انا الدكتور حسان محمد نعمان. مدرس التخدير والعليم مركزة في طب الازهر في دومياط. اللهم انصر اهل غزة. اه في معنا درس مهم جدا اسمه. يعني ايه? اول حاجة ان انا لو اديت علاج معين لعيان. يعني سيه مثلا ميت ميلي جرام من درج معين. لو انا جبت مثلا امبولت موضة حياوى فيها ميت ميلي جرام موضة الحياوى دوت. وبعد كده انتهى للعيان. فهتخش جوه الايه? جوه البلازمة. انا بصورة بسيطة خالص او بحسبة بسيطة خالص اقدر ان انا اسحب عينها من البلازمة بتاعة العيان. واعرف اد ايه? جوه البلازمة. يعني اعرف تركيز العلاج النادس ده جوه البلازمة. طب هل ده كافي عشان ان انا اقول ان انا العيان ده اخد اد كده? يبقى انا كده حرفت بالله ان انا ما اخدش غير شوية دول. ان انا اعرف الكنسيطة جوه البلازمة ده. قال لك لا. لان الدواء ده او العلاج ده ده ممكن ينتشر من البلازمة لاماكن تانية. يعني يعني ممكن يروح الليفر ممكن. ممكن يروح البريين ممكن. كدني جو اي تيس بريين. اي بارتي تاني من الجسم ممكن العلاج يروح له. فاذا انا كده قسمت الجسم او تخيلت الجسم ان هو او حاجتين. حاجة في البلازمة. يعني الجزء بروح البلازمة. والجزء التاني ده. ومن هنا ظهر مصطلح يعني ان انا اعرف منه او لاي مدى ان العلاج بتاعي انتشر من البلازمة لجميع انحاء الجسم. ودي حاجة مهمة جدا. يبقى فايدتها او لماذا ظهر هذا مصطلح. عشان اعرف. يعني ايه? زي من البلازمة من دخل في البريين دخل في دخل في الكدني دخل في دخل في اي حاجة من حاجات دي. يبقى انا لو اديت علاج معين في البلازمة بعد كده ممكن ينتشر في بدرجة كبيرة او ما ينتشرش. لو انتشر بدرجة كبيرة هقوله ان هو ان هو يقوله. لو انتشر بدرجة قليلة هقوله ان هو له. طيب ازاي بقى احسبها? اه بتحسب كالقادي. اما انت افضل درجة. يعني الكمية العلاج اللي انا ندتها او الميت ميلي جرام من ندتهم او الخمسين ميلي جرام من ندتهم او المية وخمسين ميلي جرام من ندتهم او الجرام من ضد الحياة اللي انا ندته. على البلازمة يعني ان انا احسب اخد عينة من العين واحسب البلازمة كونسنترشن ويه اب انا عارف ان اديت ايه. فالكمية اللي انا ادتها سمها على الكونسنترشن اللي هو موجود لو الكونسنترشن ده كتير معنى كده ان البلازمة استوعبت جزء كبير وبالتالي بقى له ديستيريوشن قليل في الحاجات دي. لو الكمية اللي انا ادتها لها بلازمة كونسنترشن قليل. قليل. يبقى كده الباقي كله راح هنا. يبقى هايزة لو كتير يبقى استوعبة جزء كبير وبالتالي لبقى في الاماكن دي يبقى كلما زاد المقام ده معناه ان الاستيعاب هنا كان كبير وبالتالي كان له كلما قل المقام معناه كده ان هنا كان قليل وبالتالي راح هنا بصورة كبيرة طيب يبقى ال V اللي هي ال V يتساوي ال A على ال C اللي هي الاماونت وفزا درجة او الكمية اللي انا ادتها على الكنسنترشن الموجود تعالها كمثال كده لو انا ادت خمسين ميلي جرام لعيان وبعد كده جيتها إيس البلازما كونسنترشن خدت منه عيانة وصحبتها في المعمل واستها وشفت البلازما كونسنترشن كام لقيتها كده او باينت فايف ميلي جرام مير ليتر يبقى ال خمسين ميلي جرام لنا ادتهم على ال او باينت فايف ميلي جرام مير ليتر هيديني في الاخر خمسمائة ده ده معناه ان كبير جدا لان طبعا احنا عارفين ان البلازما كلها على بعضها تلاتة لتر طبعا ايه خمسمائة لتر معنى كده ان فيه كمية كبيرة جدا من اللترات دخلت جوه ليه دخلت جوه فهنقول هنا يعني هو راح للجسم بصورة كبيرة وانتشر فيها بصورة كبيرة ده معنى كلمة طيب اخر حاجة معنا هنا عايزيني اعرفها اللي هي طيب في حاجة بتميز درجة عن درجة او بتزهر درجة عن درجة او بتدي اكتر افضلية في من درجة عن درجة ايه وطبعا فيها عوامل كتيرة زي بمعنى انا اديت درجة للعيان ويه بعد كده كان هو واحنا عارفين بتاع الحاجات ده كلها هو اساسا اللي هي بتاع الخلايا اللي عندنا في الجسم الانسان كلها وبالتالي هيبقى له هاي فولم دستربيوشن لان اول ما يحط في البلازمة هيخش على البرين ويخش على الليفر ويخش على السبرين وبالتالي يبقى له هاي فولم اوف دستربيوشن طيب البروتون بايندينج لما ادي لما ادي العيان علاج مثلا زي الورفرين مثلا او ادي مثلا زي الاميدرون مثلا اللي هو الكوردرون بيبقى له هاي بروتين بايندينج باوندينج من المباده هل contributes للزريكتج ل aquele بلازمة هل هنا يبقى الكونسونناتعي هنا على المقام العالية مقام كبير وكلما زادر المقام قلى ناتج الإجمالي وبالتالي يبقى الفيراد التالية comme الكودرون دي BB التالية بيحبسها معاها وبالتالي المقام بيبقى قليل وبالتالي المقام بتاعها يبقى كبير وبالتالي الناتج بتاعها يبقى قليل فيبقى له Low Volume of Distribution في حاجة أخيرة اسمها Regional Blood Flute وزا تيشوز كلما زاد Regional Blood Flute وزا تيشوز بالتالي Volume of Distribution هيزيد لأن فيه بقدر يحكي تير هنا وهنا 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 وبالتالي هزود Volume of Distribution فدية عوامل مهمة جدا هتحط علامة معاملة الرابعة كمان اللي هو التيشو بروتين بايندينج تيشو بروتين بايندينج ده العمل الرابع اللي هو كلما زاد التيشو بروتين بايندينج كلما زاد Volume of Distribution لأن الدراج هيجمي بلازمة هيبقى له تيشو بروتين بايندينج هيوحي يمسك في بروتينات الموجودة في السيلول بتاعت الخلايا تهي وبالتالي Volume of Distribution هيزيد والعكس بالعكس إجمالا كده Volume of Distribution ده معناه أو احنا عاملينه ليه عشان نفهم أكتر الدراج بتاعي بينتشر في بقية خلايا الجسم ولا ما بينتشرشي لأنا ما بديش في البلازمة بس أنا بدي هنا وبعدها بينتقل هنا وبالتالي أنا لو كدت الدراج بتاعي أنا أديته هنا باخد عينة من البلازمة وإيس الكونسنترشن فيها وحطها في المقام واجيب اللي أنا أديته هنا وحطه في البسط عشان أعرف اتبقى لي قد إيه وهل هو كل اللي أنا أديته راح للبلازمة بس ولا انتشر في أماكن تانية وبالتالي كانت معادلة بسيطة إن أنا أجيب الكمية اللي أنا أديتها سواء ديت 200 ميلي جرام اديت الجرام اديت الديت اللي اديته وبعدها أحطه في البسط هنا اللي هي الايه اللي هي الأمونت على السي على الكونسنترشن الكونسنترشن أجيبه زي من المعمل نسحب تعينها وبعدها أحططها في المعمل وبعدها بيطلع لي عدد الليترات اللي هو انتشر فيها أنا عارف إن البلازمة تاتلتر كل ما هو زاد عن ذلك ممكن نروح بقى جوه جوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته